شاهدين أنفاس بريز داخل المغرب وخارج المغرب ميكرو فريد يحطوا رحال بالعاصمة الإدارية مدينة الريباط بالضبط بسوق الصباط نضرب واحد دورة قفيفة وغلن نخضر ارتصامات ديال البائعين يعني ديال هذا السوق دا ونشوفوا المشاكل اللي عندهم بكل تواضيع يالله معنا السلام ورحمة الله سيدي بخير المرحب بينا عندكم مرحبا بينا على اللي أحفظك كان شي رواج يعني عامين ديال كورونا داسولة قريبا عامين ونصف كان دبا شرواج فهذه اللحظة هذي الحمد لله كان نرواج عندك منا سيمن قبل رمضان الدابة كان الحمد لله بيخير كان واحد الأقبل يمكنشوفو الناس جدايا ما كنشاهم هذه سينينonerاج الواد أعتبرك الله الحمد لله اللام زيان هاد مؤخرا نزيدنا يمكنش أن نزيدنا الحمد لله في بورغ لانستون من بعد من الله علم والأتمينة كانت زيادة يعني على جميع القطاع تقريباً كانت زيادة وش مشاكل يعني في هذا الصوق المشاكل اللي عندنا هنا هما المطر أصحاب المطر يكونوا مزال كلياً الأجانبون والسعاية هما اللي نحن هنا بالنسبة للسوق الصناعة تقريدي يعني السوق والمطر هذو هما المشاكل اللي كيكونوا وبنسبة للسحاب البحار وهذي يعني الأجانب مكيعجبون شكل لأنه كيتشكونين هذي كيكونوا جايين ونطبالوا ودكشة ونصدعوا مهم رسالة قدامك رسالة للمسؤولين ويشوفوا من هذا الأمر هذا ويأخذوا بعينها طيبار اللي كانوا ممكن يبطو يشوفوا مديروا شي جولة يمديرين أحنق كل شيخ سليه بطل الميدان الشيخ المخصوه بطل الميدان بحقيق بحقيق قدامك رسالة للمسؤولين سيلا فيلد كلمش على الله نحن كان بحق أوروبا في أتخارنا بأسوار سنقوم بحضرين جميع النواحي ستخطر رباط في حل العظيمة جدا ستخطر أخبرك الأخير 18-12 ليلة و تخرج السرعة بالليل على حسابك خرج السرعة على حسابي و لكن لا يمكنك لك أن تخرج بالليل ولكن لا يمكنك أن تخرج بالليل فتنى أي وقت تخرج يعني قلت المشكلة الواحدية الشي دي اللي باركينج ده بادة احنا ده باب شالة مزدودة باب الملاح مزدودة باب السوق سحتي مزدودة يعني كيسبب لكم مشكلة في الراوج الخصصادي نقول له ان كل يوم جايدة بيت قدار عديد بصافر مع الطيار عنده مع ثلاثة أولار جايد تفكر غاي شري شعاجة دي اللي اختزانة ولا شعاجة من هنا من المدينة تيجي تلقى الباركينج مزدود يقول لك بو ما مشيش غاي مشي تالا يغبو يشريه بالتامن آخر وواش يلقى دي اللي بغاو لما يقعش دونك تنتمنى من المسؤولين دي اللي ولاية على رأسهم السلوالي باش يشوف مقتاش يحلونا الباركينج باش كوش يكمل وتو يدو ذات ان شاء الله تساف ويكمل عام باخير وعلى اخير